انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها مساحات مشتركة وذلك من أجل الوصول لمخرجات جديدة وجدية تخدم المواطن والوطن فخلال الفترة الماضية شهدت فعاليات الحوار خطوات جادة وحقيقية في عدد من الملفات الهامة وتحول الحوار لمنصة شاملة لجميع التيارات المصرية في خطوة هامة وجادة لمواصلة طريق بناء جمهورية جديدة أساسها دستور 2014 انطلقت فكرة الحوار الوطني والتي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية مايو الماضي وذلك لإرساء مبادئ الديمقراطية في الجمهورية الجديدة أولى فعاليات جلسات الحوار السياسي الوطني انطلقت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وسط ترحيب سياسي وشعبي كبير وبمشاركة وسعة من مختلف القوى السياسية في ظل أجواء من الشفافية والحيادية وأن تكون على مسافة واحدة من الجميع فعاليات الحوار شهدت خطوات جادة وحقيقية في عدد من الملفات الهامة وتحول الحوار لمنصة شاملة لجميع التيارات المصرية من الاتجاهات والقوى والأحزاب والمجتمع المدني والنقابات والشخصيات والمواطنين أيضاً للإدلاء بأفكار وإسهامات تخدم الدولة الدولة ممثلة في قيادتها السياسية ومنذ اللحظة الأولى صبت تركيزها على الحوار الوطني وجلساته التحضيرية استعداداً لانطلاقه وعملت على تذليل كافة الصعاب والاستجابة للمطالب وظهر ذلك جالياً عندما رفع مجلس أمناء الحوار الوطني اقتراح مشروع قانون للرئيس السيسي للنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته ويتعلق الاقتراح بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق ولم ينتظر مجلس الأمناء طويلاً حيث استجاب الرئيس السيسي سريعاً للمقترح موجهاً كافة الجهات المعنية لدراسة مقترح التعديل التشريعي المتعلق بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات هي إذن جهود كبيرة تبذلها الدولة لتيسير كل العوائق وتهيئة الظروف المناسبة لبدء حوار مجتمعي يأتي في وقت بالغ الأهمية لتوسيع نطاق المشاركة السياسية والوطنية في صنع وصياغة مستقبل أفضل لمصر